وينضم إلينا للتعليق على هذا الموضوع من تونس السيد محمد كمال الغربي الطبيب المختص في أمراض الحلق والصدرية دكتور محمد أهلا بك ثاني إصابة مؤكدة في تونس إعلان هذه الحالة كم يضيف قلق في تونس لجهة انتشار الفيروس شكرا على الاستضافة وتحية إليكم وإلى كل مشاهديكم الحقيقة فيروس الكورونا هو اليوم شأن عالمي وحالة الطوارئ قد انتشرت من بلد إلى بلد أعلنت في العديد من البلدان وفعلا هذا الفيروس هو خطير باعتباره ينتشر بسرعة وله قدرة مميتة بالنسبة للإنسان تفوق النزلة العادية بحيث أن النزلة العادية تقريبا 1.8% وهذه الفيروس الكورونا في حدود 3.2% تقريبا بالنسبة للوضع في تونس الدولة التونسية أخذت احتياطات كبرى عن طريق التوقي والوقاية من دخول حالات مستوردة من الخارج وخاصة من إيطاليا وفرنسا التي نحن لنا علاقات وتيدة معها تجارية وتنقل أشخاص بين هذه البلدان مع تونس وكذلك الشقيقة الجزائر التي بها بعض الحالات وبالتالي هذه الإجراءات الوقائية تركت أثرا إيجابيا لدى التونسيين والتونسيات وسجلت حالة في يوم 2 مارس وحالة بالأمس فقط إذن لنا حالتين فقط طيلة هذه المدة وبقية الحالات الأخرى هي قيد الحجر الصحي في حدود 1500 حالة ولكن إلى حد الآن ليس هناك حالات مؤكدة وليس لنا وفايات في البلاد التونسية طيب دكتور هناك من يقول في البلدان العربية دول العالم الثالث تحديدا النظام الصحي متهالك وبالتالي كل الأرقام الصادرة هي أرقام غير حقيقية لأنه لو كان لدينا نظام صحي فعال لكانت ربما النتيجة صادمة كما يحدث في الغرب الحقيقة أن هذا الفيروس هو من الفيروسات الذي يتميز بالعدل والإنصاف فهو يصيب الغني والفقير ويصيب البلدان الفقيرة والبلدان المتحضرة وبالتالي نشهد أن أكثر من مئة دولة قد أصيبت بهذا الفيروس ولكن جهود المكافحة لهذا الفيروس تختلف من بلد إلى بلد باعتبار الإمكانيات الموجودة حسب تقديري وأن في البلدان العربية هناك من اتخذ سبولا إعلامية شفافة في التعامل مع شعبه من خلال نشر المعلومات الصحيحة وهناك من بعض الأنظمة التي اعتادت على إخفاء الحقائق على شعوبها مارست هذا الإخفاء خوفا من ردة فعل الشعوبية ونحن نعتقد أن في تونس هناك قدر كبير من الشفافية مع وجودنا داخل انتقال ديمقراطي دكتور محمد الأمر قد يكون أبعد من الشفافية نعم دكتور محمد أنا أتحدث عن إجراءات الفحص هل هناك ربما استراتيجية معينة لفحص الكامل الحقيقة فحص الجميع هذا ليس ممكن بالنسبة للدول الضعيفة ولكن هذا لا يمكن أن نقوم به كجهاز وهياكل طبية وكوزرات صحة لأن الفيروس ليس منتشر تماما في هذه البلدان العربية باعتبارها بؤر وبائية البؤر الوبائية في العالم هي اليوم في الصين وإيران وإيطاليا وكذلك كوريا الجنوبية هذه البؤر الوبائية أما في الدول العربية هي حالات مستوردة وبالتالي لا يمكن أن ننشر الضعر والهلع والجزع لدى الشعوب العربية وفحص كل أفراد المواطنين هذه الشعوب ومواطنيها الشعوب وإنما الأفضل أن هناك نوع من الوقاية عبر إعلام المواطنين وتمكينهم من المعلومات الصحيحة وكذلك من العادات الطيبة لمنع الفيروس للانتشار داخل هذه البندان يمكن أن نقوله أن النصيحة الأساسية هي غسل اليدين بالماء والصابون هذا أو المطهر اليدين هذا يكفي لمنع نشر الفيروس بين مواطنين الشعوب العربية أو بقية شعوب العالم المهم وأننا نتبع إجراءات الوقاية حتى لا تكون بلداننا بؤر وبائية وبالتالي تصبح عملية الاهتمام بصحة المواطنين أصعب فأصعب شكرا جزيلا لك من تونس الدكتور محمد كمال الغربي الطبيب المختص في أمراض الحلق والصدرية